اشتركوا في القناة نظمتها وزارة الفلاحة وكان ممن نجح تم تعيين الشاب ردوان البلوطي وكان في الحادية والعشرين في مندوبية وزارة الفلاحة بابن ملال وقد اوكل اليه المدير الجهوي امر احدى الضيعات يراقب ويدبر وسائل الانتاج بها وكان من الامتيازات التي حصل عليها الشاب ردوان الاستفادة من سكن وظيفي في تلك الضيعة توسعت دائرة اصدقاء ردوان اتصار يقيم نهاية كل اسبوعنا السهرات في ذلك السكن الوظيفي كان يحضر الى الضيع اصدقاء وصديقات كثرت عشيقاته وانغمس في اللهو والمجون وادمن الخمر وقد اضطر المدير الجهوي الى اعفائه من مهمته في الضيعة والحقه بالمديرية الجهوية ككاتب توارى عنه الاصدقاء ولم يعد اي منهم يسأل عنه وتفطن الى حجم الكارثة التي حاقت به صار مدمن خمر افتقد صفو العيش الذي نشأ فيه في بيت اسرة محافظة متدينة عرض نفسه على طبيب ساعده على الاقلاع عن التعاطي للخمر كما اقلع عن شرب السجائر وخلال بضعة اشهر تبدل نمط الحياة لدى الشاب ردوان البلوطي صار شابا متدينا يحافظ على اداء الصلاة في اوقاتها وفي المسجد قدر الامكان ثم بدأ يفكر في الزواج كانت قطيعة كاملة مع سلوكه في الماضي القريب دله احدهم على عائلة محافظة لها بنت في سن الزواج تقدم لخطبتها وتزوجها كانت زهر النوراني في ربيعها الثامن عشر كان ردوان البلوطي يحرص على اداء الصلاوات في اوقاتها وكانت زوجته تبدي بعض التهاون في الالتزام بمواقيت الصلاة وكان ذلك يقلقه وما لبث انصار الامر سببا في خصومات تكررت بين الزوجين وقد تعودت زهرة على ان تعده في كل مرة بانها سوف تحرص على اداء الصلاوات في اوقاتها في عشر سنين رزق الزوجان ثلاث بنات واربعة اولاد وكان صاحبنا قد نحى مع الوقت منح التشدد في الدين ولم يكن يتوانى في اللجوء الى العصى لتأديب اطفاله ومعاقبتهم انهم لم يؤدوا الصلاوات في اوقاتها كانت نتيجة لذلك ان الاطفال ومعهم امهم صاروا يتظاهرون بالامتثال واداء الصلاوات في اوقاتها حين يكون بينهم ولما يغادر فان الحياة في البيت تأخذ وطيرة اخرى صارت اسرة البلوطي تعيش مصرحية دائمة مسترسلة لا تتوقف اتقاء غضب الاب في الواقع لم تكن تلك الازدواجية في السلوك لتمر دون ان تطبع الجو الاسرية بالتوتر كانت البنت الكبرى واسمها رحيمة تختلق الاسباب لمغادرة البيت غالبا ما تتذرع بزيارة احدى زميلاتها لانجاز واجبات دراسية صار يتوالى غياب رحيمة عن البيت وكانت الاعذار تتشابه وكانت والدتها زهرة تقول لزوجها ان البنت التي بلغت سن المراهقة تذهب عند صديقتها ليلى ولتجعله يطمئن قالت له ان ليلى هذه هي بنت السفؤاد العادل الموظف في وكالة توزيع الماء والكهرباء كان ردوان البلوطي يعرف السفؤاد اذ كان يلتقيه مغرب كل يوم تقريبا في مسجد الحي ذات مرة لما التقاه سأله عن ابنته ليلى صديقة رحيمة ولكن الرجل رد بانه لم يرزق بنتا وان له اربعة ابناء كانت صدمة قوية ولكنه حرص على ان لا يثير فضول السفؤاد فتظاهر بانه ربما وقع له خلط بين زميلات ابنته ذاك المساء عاد الى البيت يغليك المرجل توجه مباشرة الى زوجته سألها عن رحيمة لم تكن المرة الاولى التي سألها عنها اجابت كما تعودت ان تجيب انها عند صديقتها ليلة بنت السفؤاد ازداد غضبا وصفعها تماسكت في الاولى ولكن الصفعة الثانية اوقعتها ارضا كان يمسك بيده حزاما من جلد اشبعها ضربا كان الاولاد قد انزووا في غرفة قصد اكبر الذكور سأله عن رحيمة اعترف الفتاة ذو الاثنتي عشرة سنة بانها تذهب عند شاب يدعى علي راشد يسكن في حي الخير وهو طالب في السنة الثانية بكلية الاداب سأله عن العنوان ولكن الفتاة اقسم بانه لا يعرف العنوان ترك ردوان البلوطي الفتاة واخذ هراوة غليظة وخرج وهو يقسم باغلظ الايمان انه سيقتلها ولو ادى ذلك الى ان يحكم عليه بالاعدام لما خرج استجمعت زهرة ام العيال ما بقي لديها من قوة ونادت ابن احد الجيران وطلبت منه ان يذهب الى رحيمة ليبلغها ان والدها قد علم بامرها وانه يبحث عنها ليقتلها دلت ابن الجيران على العنوان لم تجد رحيمة وقد علمت الان ان والدها صار يعرف حقيقة غيابها عن البيت لم تجد من يحميها اوت الى عشيقها علي راشد وكان شابا ماكرا اوحى لها بانها لن تستطيع حماية نفسها من بطش والدها الا باللجوء الى الشرطة وسوس لها ان تتقدم الى مفوضية الشرطة وتدعي انها هاربة من والدها الذي حاول اغتصابها كانت فتاة في الخامس عشرة وقد صدقته وحسبته يقدم لها نصيحة وها هي في تلك الليلة تسرع الخطى الى مقر دائرة الشرطة حيث مصلحة المداومة لما استقبلها الضابط المكلف بتسجيل شكايات قالت له انها هاربة من والدها الذي يريد ان يقتلها بعد ان حاول اغتصابها اهتز الضابط لما قالته الفتاة كانت عينها تدمعا لما تأكد من عمرها وايقن انها قاصر احالها على العميدة امام الكادي التي حرست في البداية على طمأنتها بدأت تحرياتها بتسجيل اقوال الفتاة رحيمة وابلغت ممثل النيابة العامة وجاءت التعليمات صارمة يجب القبض على البلوط الاب اوكلت العميدة امامة مهمة القبض على والد رحيمة الى اثنين من اعضاء فرقتها لم يجداه في البيت تلك الليلة وترك له استدعاء للحضور عاجلا الى مقر فرقة الاحداث تسلمت الاستدعاء زوجته ولكنها وخشية ان ينالها من الضرب ما نالها مساء ذلك اليوم قررت اخفاء الاستدعاء ولما لم يحضر في الغد تم القبض عليه في مقر عمله ولم يكن يعلم سبب ذلك الى ان وصل الى مقر المفوضية حيث اخبرته العميدة امامة الكادي بان ابنته رحيمة تقدمت بشكوى ضده محاولة اغتصابها ابلغته العميدة بان من حقه ان يلتزم الصمت وان يحصل على مؤازرة محام لم ينتق ردوان بكلمة واحدة صمت كالميت امتقع لونه وعلى لحيته التي بدأ يغزوها الشيب تلألأت دمعتان اعتبرت العميدة ان الرجل اختار التزام الصمت اتصلت بممثل النيابة العامة في شأن تعيين محام للدفاع عنها امرها بالاتصال بنقيب المحامين الذي يخوله القانون حق تعيين محام في اطار المساعدة القضائية ووضع البلوط رهن الحراسة النظرية بعد ان تم التثبت من هويته وبعد ان قامت مصلحة التشخيص القضائي باخذ بصماته لم يكن البلوط قد فكر انه في اليوم التالي لاكتشاف سر غياب ابنته رحيم عن البيت سيبيت ليلته الاولى في السجن في قرارة نفسه كان يقول رحيم لم تعد بنته كيف لها ان تبقى منتسبة اليها وقد اتهمته بابشع ما يمكن ان يتهم به اب على الاطلاق بعد ان انقضت 24 ساعة على وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي تم احضاره الى المفوضية وحضر المحام الذي تم انتدابه للدفاع عنه في اطار المساعدة القضائية نفى ردوان البلوطي تهمة المنسوبة اليها ضمنت العميدة اقواله في محضر وقد حكى كيف اكتشف عن طريق الصدفة ان ابنته رحيمة لم تكن تبيت عند صديقتها ولكنها ولكنها كانت تأوي الى شقة طالب جامعي في حي الخير وان زوجته كانت تعلم وتتستر على ما تقوم به رحيما كانت العميدة اماما امام حالة يتعذر فيها اعادة البنت الى منزل اسرتها اذ يخشى عليها ان تتعرض لعمل انتقامي فقررت ان تودع جمعية حماية المرأة المعنفة وان يتم عرضها على طبيبة متخصصة كانت الفتاة فاقدة عذريتها منذ مدة يصعب تحديدها كانت مرتقبة مواجهة بين الاب وابنته ولما ذهب مفتش الشرطة لاحضارها من مقر الجمعية ابلغ بانها تمكنت من الفرار لم يتم العثور عليها في منزل اسرتها وكان طبيعيا ان يتم البحث عنها في منزل عشيقها في حي الخير صبح اليوم التالي طرق رجال الشرطة باب شقة علي راشد ولما لم يفتح الباب تم اقتحام الشقة فوجئ متعانقين في الفراش لم ينكر الشاب علي راشد علاقته الحميمية مع رحيم البلوطي في الحقيقة لم يكن له مجال للانكار ولكنه قال انه لا يعلم ان كان هو من افتضها ام غيره اقر ايضا بانه هو الذي حرد رحيم على ان تدعي ان والدها حاول اقتصابها قال انه لم يكن يتوقع ان تتطور الامور وتصل الى ما وصلت اليها لما لما واجهت العميدة بما اقر به عشيقها خرت باكية نادمة قالت انها تقر بانها كذبت وانها على استعداد للاعتراف بالحقيقة امام المحكمة اعترفت ولكن والدها لم يغفر لها تم استقدامه من السجن وابلغ ردوان البلوطي باخلاء سبيله ولما هم بمغادرة مكتب الوكيل العام طلب منه ان يأخذ معه رحيمة ولكنه رفض واعاد القول انها لم تعد ابنته بعد الذي فعلت خرج من المحكمة وهو عازم على ان يطرد من البيت كل من حاول مؤازرة رحيمة التي في نهاية المطاف عيدت الى جمعية حماية المرأة المعنفة ابقي على علي راشد رهن تهمة التغرير بقاصر والاختصاب وحكم عليه بالسجن النافذ سنتين كان في جملة رجال الشرطة الذين تابعوا قضية رحيمة مفتش نشأ في دور الايتام بعد ان فقد والديه في حادثة سير وقد رق لحال رحيمة ولذلك سعى لدى الجهات القضائية مختصة وتمكن من الزواج منها كان يعلم ان اباها ردوان البلوطي قرر ان ينساها ذات يوم قبيل منتصف النهار طرق باب عائلة البلوطي رجل شاب لما فتحت الام زهرة قال لها انه سلام الذهاب وانه يعمل في الشرطة ومتزوج منذ ازيد من عام من رحيمة كادت الام تجن تزاحمت الاسئلة في شفتيها ثم اقترح عليها ان يأخذها اليها لن تنسى ظهر ذلك اليوم ولكنها عادت سريعا الى البيت اذ تعلم ان ردوان لو علم سيطردها من البيت كانت رحيمة حاملا في شهرها الثامن ولما وضعت تعمد سلام ان يصلي المغرب في المسجد الذي يرتاده ردوان والد رحيمة لما قضيت الصلاة يريد ان يسأله شيئا ما ولكنه ما انصفحه حتى قال له مبروك لقد اصبحت جدا دهش ردوان ورد بان الشاب ربما اخطأ الشخص الذي يريد اذاك قال له سلام انه تزوج رحيمة على سنة الله ورسوله وانه رزق منها ولدا قرر ان يسميه ردوان امتزجت المشاعر لدى البلوط الاب سلام ينظر اليه وفي لحظة ما بدى وقد نسي الذي حدث قال له اذني الى رحيمة